أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطية خاصة حول هذا الفضر العاجل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 6 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والعيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022 كل عام وحضرتكم بألف خير مرة أخرى نعيد على خضراتكم أنه بإذن الله الخميس المقبل الموافق 6 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلينا نتطرق أيضا للإجازات الرسمية خلال شهور العام الجاري وتقول النتيجة الخاصة بهذا العام الجديد أنه بيشهد عام 2022 العديد من أيام الإجازات واللي قد تصل لأكثر من 18 يوم خلال 365 يوم هذا بيعتبر من الأعوام اللي فيها أيام كثيرة بالنسبة للأجازات هذه الإجازات هتكون موزعة على 6 شهور وتعتبر أكثر شهور السنة والمتضمنة الإجازات الرسمية لعام 2022 هو شهر يوليو طبعا لأنه بيشهد إجازات عيد الأطفال مبارك وأيضا ثورة 23 يوليو وأما في نهاية الشهر فهتكون رأس السنة الهجرية بيتم توزيع بقي الأجازات في شهور يناير وإبريل ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر خلينا نبدأ الإجازات الرسمية في شهور يناير واللي بيشهد شهر يناير بداية الأجازات اللي هتكون إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد والنسبة ليوم والهتكون يوم الجمعة القادم أيضا هنشوف في شهر يناير إجازة 25 يناير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وهي الإجازة اللي هتوافق يوم الثلاث طبعا بحسب قرار الحكومة المتبع في إجازات منتصف الأسبوع فإنه يتم ترحيل الإجازة ليوم الخميس الموافق 27 يناير خلينا نروح بعد كده لشهر فبراير ومارس واللي مش هنلاقي فيهم أي إجازات رسمية مع الأسف علشان ندخل على شهر أبريل واللي هنلاقي فيه إجازة رسمية بواقع ثلاث مناسبات خلال شهر أبريل تتضمن الإجازات الرسمية إجازة عيد الفصح القبطي واللي بيوافق يوم الأحد 24 أبريل أيضا عيد شام النسيم اللي هيوافق يوم الاتنين يوم 25 أبريل واللي هيتصادف أيضا مع إجازة عيد تحرير سيناء ومن المحتمل أنه يتم ترحيلها ليوم الخميس الموافق 28 أبريل أيضا من المصادفات هذا العام أنه الإجازات الرسمية في شهر مايو بتشهد فيه مطلعها إجازة عيد العمال واللي هيوافق يوم الأحد 1 مايو واللي من المحتمل حسب الحسابات الفلكية أنه بيتزامن مع وقفة عيد الفطر المبارك كمان هتتضمن الإجازات الرسمية لشهر مايو موعد عيد الفطر المبارك 2022 واللي هيبدأ بثقا للحسابات الفلكية يوم الاتنين الموافق 2 مايو ومن المقرر أنه تقل إجازة عيد الفطر ما بين 3 لأربع أيام كما هو معتاد نروح لشهر يونيو وهنلاقي أنه بيشهد إجازة وحيدة وهي هتكون يوم الخميس 30 يونيو وهي الإجازة الرسمية الوحيدة في هذا الشهر وهتكون بمناسبة ثورة 30 يونيو أما عن شهر يونيو فهو ممكن نسميه شهر الإجازات السنة وده لأننا هنلاقي فيه موعد عيد الأضحى المبارك وطبعا إجازته اللي هتبدأ من يوم الجمعة 8 يونيو واللي بيوافق وقفة عرفات ده طبعا وفقا للحسابات الفلكية هيكون يوم السبت 9 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك والمن المتوقع أنه تكون إجازة عيد الأضحى ما بين 4 ل 5 أيام إجازة كما هو طبعا معتاد سنويا كمان بتتضمن الإجازات الرسمية لشهر يوليو إجازة الاحتفال بثورة 23 يوليو ده اليوم اللي بيوافق يوم السبت 23 يوليو من المحتمل ترحيلها أيضا اليوم الخميس اللي بعده زي ما هو متبع وفقا طبعا للقرارات الحكومية الأمر نفسه هيتم مع إجازة رأس السنة الهجرية واللي بتوافق يوم السبت 30 يوليو من المقرر أيضا ترحيلها اليوم الخميس اللي بيليه هنسيب شهر أغسطس وسبتمبر ومش هنلاقي فيهم أي إجازات مع الأسف علشان نروح بعد كده لشهر أكتوبر وبنلاقي أنه بيشهد إجازة 6 أكتوبر واللي هتواثق يوم الخميس بعدها بيومين يعني فقط هيكون في الاحتفال بيوم 8 أكتوبر هيكون يوم السبت احتفالات المولد النبوي الشريف بعد كده هنوصل إن شاء الله لشهر نوفمبر وديسمبر واللي مش هنلاقي فيهم أي أي إجازات رسمية بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تعطيتنا اللي حاولنا نقول لحضراتكم من خلالها أيام الإجازات الرسمية على مدار هذا العام عن 2022 بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وانتظرونا في تعطيات أخرى على مدار اليوم إلى اللقاء